موسيقى 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 فيفهمون أن هكذا بقريم الأذكار ببعض الأشياء كانت أشياء سحرية وتأتي نتائج هذا كل كلام فارغ وباطل وضد طباع الأمور طباع الأمور عرفين ماذا؟ ببساطة طباع الأمور أن رجلا يسعى على رجلين يريد مدينة تبعد عنا مئة كيلو هذا سيأخذ ساعات طويلة إلى أن يصل ويسعى على الرجلين واحد آخر استقل مركبة سريعة هذا سيصل ربما في ساعة أو ساعة ونصف مئة كيلو يقطعها واضح؟ جميل هذا الذي يسعى على الرجلين ساعة نصف ثم قاعد قطع ثلاثة كيلو لن يجد نفسه طباع الأمور مستحيل أن يجد نفسه في هذه المدينة سيجد نفسه بحسب ما قطع من مراحل الطريق كذلك المثابة عند الله والمقام في جنات الله ورضوانا اللهم اجعلنا من أهل رضوانك في أحد المقامات بفضلك ومنك وأعنا على ذلك واسرنا لذلك بحسب ماذا؟ بحسب ما قطعت والقرآن لخصها بكلمة واحدة وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا طباع الأمور لأن الله حق الله ليس باطل هذا الذي أفهمناه على أنه من الدين وبضربة هيك وتحكم إلهي بلا أي سبب تصير أنت من أرفع الناس هذا خداع وهذا كذب وهذا تزوير الدين الدين الحق في كتاب الله قال لك لأولِ كلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وعلى هيك ومن أجل هذا وحرصاً من سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً كان ماذا؟ يجتهد إلى الغاية بما لا مزيد عليه في ماذا؟ في المهدي لنفسه في التمهيد يعني لأنفسهم يمهدون يمهد لنفسه مهداً يريد أن يُعلي درجاته قال له وعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى تفطَّرت قدمه قال له فإذا فرغت من أشغال الدنيا والناس وكذا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغت هم ينامون إنت لا ما تنامش قال له يا محمد نام شوية إنت قم الليلة إلا قليلة نصفهم قصر قالوا نام شوية وقوم لي عشان درجات فمحمد لن يستحق الدرجات التي يولاه يوم القيمة إلا بحمله لذلك كان حريصاً على أن يعمل محمد وإحنا لا نايمين وبالمعاصي وعنا أمل قال كذب خدعونا شفتوا حرفوا طريقنا عن سكة القرآن الكريم عشان هيك أصبحنا لا أخلاقيين نفعل أفعال العاصين ونتمنى على الله مراتب يقال الطائعين شي غريب أمّة فيها ينعمل الجنون هذا صحيح؟ خدعونا خدعونا الله قال لك أنا الحق أنا مش الباطل كل شيء غيري هو الباطل متناقض معاه هو الباطل أنا الحق وعشان هو حق لايه إلا هو وأمره وفعله حق كله لايه قال لك لكل درجات مما عملوا أخواني وأخواتي إذا فهمنا هذا فهمنا هذا وبدأنا نبحث عن الحق ونتطابق معه نتحالف معه بصدق وأنا لما أكمل لكم مثال إيش؟ الدعاء حتى في الدعاء تدعو ربك سأل نفسك هل تدعوه بحق؟ هل دعاءك حق؟ وهذا له مراتب أصعب هذه المراتب الأولى وهذه لها اعتلاق يعني علاقة بالخطبة السابقة وبغيرهم الخطب تقول يا الله هل عرفت الله الذي تدعوه؟ هل حقا أنت تدعو الله؟ ستقولوا طبعا يا أخي أدعوه يعني أدعوه بل؟ طبعا أدعو الله لا لا المسألة والله يعني أحمق من هذا وأغمص من هذا مش كثير واضحة ما تفكرها واضحة لا والله الله الله في القرآن الكريم أخبرنا عن أقوام أفنت آراؤهم أفنت آراؤهم والتهتت عقولهم فحبدوا خشبا وحجرا وسموها أي ماذا؟ آلهة ورجوا منها النفع ودفع الضر فعلا كانوا كذلك ويجي تباكل عنده ويذبع أولا ويروق الدماء الله قالهم إن هي إلا أسماء سميتموها قالهم قالهم أن تسمي حجرا إلها وتعتقده بهذه التسمية إلها لا يجعله إلها المشكلة أيضا في المقابل نفس الشيء قد لا يكون لأحدنا من الله إلا ماذا؟ إلا الإسم أما المسمى فهو وثن آخر من أوثاننا هذا المصيب أيضا تبه يجب أن نتعلم من هذا الدرس درس الأسماء والأوثان إن إحنا أيضا قد يكون لنا أوثاننا التي ندور عليها ونحور دون أن ندري يعني الشخص الذي يدعو الله أن يُهلك الله فلانا وعلانا من دعاة الخير من أهل الخير من أهل الصلاح لأنه في الحقيقة انتبهوا غير ما يظهره للناس على المنابر وربما في وسائل السوشال ميديا أنه لا يعني هو طبعا يعاديه ويسبه ويلعنه ويفضحه عشانه مبطل وإحنا ما لا 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 الله يعلم هنا الحق وما في باطل يسوق على الله